السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم طلبات وطلبات الصف التالية الاعدادي. النهاردة في الفيديو بتاع النهاردة هنشرح مع بعض حالات F النظر اللي فيه ناس من الطلبة او بعض الطلبة اتواصلوا معي عشان عايزين يفهموا حالات قعدة F. عندي هنا وقت الفرسي كونديشنر ودي بتتكون من إيف زائد السوبجيكت والجملة الفعل بتاعها يبقى في المضارع البسيط والجملة التانية اللي هي جملة جواب الشرط هتبقى ويل او كان او مي بلاس الانفنتيب فعل. طيب بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن حدث متوقع حدوثه الآن او في المستقبل. حاجة اللي هي الحاجة المنطقية اللي هتحصل إذا فعل الشرط اتحقق. زي ايه؟ هنشوف مع بعض كده بعض الأمثلة. طبعا أنا لما باجي أربط بالحالة الأولى بتبقى الجملتين اللي عندي فيهم جملة في المستقبل. فيهم جملة في المستقبل. أو يكون في جواهية في الأمر. يعني قد يكون ايه عندي جملة أمر. طيب دايما أشوف مثلا كده في الاكزامبل. بيقول لي do your homework or the teacher will be angry. do your homework or the teacher will be angry. وطبعا دي هي جملة تحذير. طيب. أما دي أربط بإيه؟ يبقى هنا هفترد بقى العكس لو انت ما عملتش واجبك مدرسك هيبقى هطبقا. يبقى if you don't do your homework, if you don't do your homework, your teacher will be angry. يبقى الفعل الأولاني كان في المضارع البسيط المنفي. الفعل التاني بويل بلاس انفرات. يبقى الفعل الأولاني كان في المضارع البسيط المنفي. يبقى الفعل الأولاني كان في المضارع البسيط المنفي. طيب نجل سألت ألت 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 أيني؟ study hard to succeed. study hard to succeed. ذكر كويس عشان تنجح. وهي ضربت بإيف. if you study hard, if you study hard, you will succeed. if you study hard, you will succeed. ودوى طبعا النتيجة المتوقعة لو انت إيه؟ لو انت ذكرت. don't sit on that wall or you will fall. طبعا هنا أول ما نو إلا. فهنا نمني أنر بطبي إف. طيب يبقى هنا أبو الله أكبر. يبقى هنا أبو الله أكبر. don't sit. if you sit. إذا جلست. on that wall. you will fall. my father promised to buy me a mobile when I succeed. my father promised to buy me a mobile when I succeed. promise يعني إيه؟ وعد إن هو يشتري لي موبايل لو أنا نجحت. يبقى if I succeed. if I succeed. لو أنا نجحت. my father will buy me a mobile. وده بنعبر به عن إيه؟ عن الوعد. second conditional. بتعبر عن حدث غير محتمل. غير محتمل. يعني لأي سبب من الأسباب إذا تحقق فعل الشرط. يبقى جواب الشرط هيتحقق. يعني لو بقول أنا. لو أنا غني. هشتري عربية. فأنا مش غني. فبالتاني ما فيش إمكانية أنني أشتري عربية. لا دلوقتي ولا بعدين. لكن لو لأي سبب من الأسباب. فأنا مش غني. يبقى ساعتها هشتري العربية. طيب. الفورم بتاعتها بتتكون من إيه؟ بيتكون من إف. زائد. السبجكت زائد past symbol. اللي هو الماضي البسيط. وطبعا الماضي البسيط. يئمة فعل ما ضفه إيدي. يئمة irregular past. الجملة الثانية اللي هي جملة جواب الشرط. هتبقى السبجكت مع would و could و might. سوريا would أو could أو might. ذائد infinitive verb. طيب. نشوف مع بعض برضو في المسال. بقولي if I wasn't ill. If I wasn't ill. يعني لو لم أكن مريض. I would travel with you. I would travel with you. كنت سافرت معك. طيب. هل أنا حقدر أسافر؟ لا. لأن أنا إيه؟ لأن أنا مريض. لكن لو بقيت كويس. أنا ممكن إيه؟ أسافر معك. طيب. نشوف برضو من ضمن الاستخدامات. لقاعدة if. الحالات التانية. هو التعبير عن حدث تخيلي أو غير حقيق. حدث تخيلي أو غير حقيق. طيب. حدث تخيلي. زي مثلا. أم أقول. أو حدث غير حقيقي. بقول. If I were taller. لو أنا أطول. I would join the basketball. If I were taller. I join the basketball team. وينبط. I'm not taller. أنا مانيش طويل. ودا حدث تخيلي. If I were a bird. I would fly. If I were a bird. I would fly. ودا برضو. هذا استخيل أو غير حقيقي. طيب. اللي استخدمي الثالث. اللي هو النصيحة. ودي باستخدم لها فورما معين. اللي. If I were you. I would. بلاس الانفينيتيف. ودي بتساوي. You should. بلاس الانفينيتيف. نشوف ما بعد بعد. أول مثال معي. بيقول لي. You should study hard. You should study hard. You should study hard. عايز استخدم اف. يبا هنا بشيل. You should. وحط مكانها. If I were you. I would. هاحزف يشوت. حط. If I were you. I would. طيب. يبا. If I were you. I'd study hard. number two. I advise you. Not to smoke. I advise you. Not to smoke. وينايز اتخدم بردو. طبعا. I advise you. يعني انا انصحك. يبعدي بردو نصيحي. يبقى انا حنشيل. I advise you. Not to. وحط مكانها. If I were you. مش هحط بعد مرة جود. هحط wouldn't. يبا. If I were you. I wouldn't smoke. number three. He can't read. وده طبعا بقى الحدث اللي هو الغير محتمل. He can't read. Because he doesn't go to school. يبقى هو ما بيقراش. لانه ما بيرحش المدرسة. طيب. هو ده. هل هو محتمل يعرف يقرأ؟ لا. لانه هو ما بيرحش مدرسة. طيب. لو جاب احد كده تبرع انه هو يودي مدرسة ولا يعلمه. هيقدر يقرأ يبقى الحدث مش مستحيل. ولكنه غير محتمل انه يحصل. الآن او في المستقبل. حسنا. هنحزب doesn't. وحنحول الى المستقبل. وحنفرد العكس. يبقى. إذا كان لانه لانه من المستقبل. حرجح للجملة الاولانية. يبقى هنشيل can't ونسبتها. ونحويلها الى زمن الماضي. يبقى. 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 إذا كان لانه من المستقبل. يبقى. إذا كان لانه من المستقبل. يبقى. إذا كان لانه من المستقبل. طبعا. هنا في SO. يبقى. نحن الدخل في الجملة الاولى. إذا كان لانه من المستقبل. إذا كان لانه من أعدد الناس جيدا. فإذا كان لانه من المستقبل. أنه من مستقبل. enough. They don't practice enough. يبقى هم ما بيدربوش كفاين. They don't practice enough. So they lose all their matches. بيخسروا كل الماتشات بتاعتها. طيب. أنا عايز أربط بif. يبقى بقول هنا what? طبعا so. هندخل على الجملة الأولى هنا. يبقى if they. هنشيل don't وهنحول الفعل إلى positive. If they practiced well أو if they practiced enough كما. هنشيل so. They بدلا نلوز هنحط بقى wouldn't lose. يبقى they wouldn't lose all their matches. أو ممكن أعملها بطريقة تانية أقول if they practiced enough they would win all their matches. يبقى لو هم اتدربوا كويس مش هيخسروا كل مبارياتهم أو لو هما تدربوا كويس هيكسبوا كل مبارياتهم. ننتقل لل third conditional. وال third conditional بتستخدم عشان تعبر عن حالة مستحيل انها تتحقق. الآن أو في المستقبل. طب ليه مستحيلة عشان فعل الشرط بتاعي حصل في الباست فا ما قدرش أغيره. يعني مثلا أنا كان عندي حفلة بلا. فيها كل صحابي. بس أنا مروحتش. طيب. هل بقول لو أنا كنت روحت كنت قابلت صحابي. طب هل أنا في احتمال إن أنا قابل صحابي. لا. لأني في الأصل مروحتش. فأقول if I had gone to the party. لو كنت روحت للحفلة. I would have met on my friends. كنت أنا ساعتها قابلت كل أصدقائي. الفورمي طبعا بتاعتها بتتكون من if زائد السبجت. الفيرب الأولاني هيبقى في الماضي. التان. اللي هو بيتكون من had زائد past participle. فعل جواب الشرط. هيبقى. أو جملة جواب الشرط. هتكون من السبجت. that would could or might زائد have زائد past participle. طيب. إمتى أنا أربط الفعلين أو الجملكين اللي عندي. بالحالة التالتة. لو لقيت الجملكين بتوعي. في الماضي البسيط. نشوف مثال. بيقول لي Mona didn't remember to bring her phone so she didn't call you. هي لم تتذكر إنها تحضر تجيب تليفونها. فبالذلك. في اللي ذلك ما تصلتش بك. طيب. يبقى if Mona. طبعا هنحزف so ويبقى if هتدخل على الأول جملة. هنحزف didn't ونحاول للفرب بتاعي. مش أنا بقى مش هحاوله past. أنا هحزف didn't وحاول ده past perfect. طيب. يبقى بدل didn't هنحط had. وننزل الفعل في التصريف التالي. يبقى if Mona had remembered to bring her phone. كانت افتكرت تجيب والتليفون كانت تتصل بك. طب هي فيه إمكانيات تتصل بيه؟ لا. لان هي أساسا ما جابتش التليفون. عليا didn't read the book. she didn't know what happened at the end. يبقى هي ما قررتش الكتاب. فبالتالي ما عرفتش اللي حصل في الآخر. طيب. أنا عايز أستخدم if. يبقى هنا برضو. يبقى if عليا didn't هاد read the book. كما. جملة الثانية هتبقى she. هنشيل didn't. هنحط مكانها would have. الفعل بتاعي. هيتحول للتصريف التالي. اللي هو نون. يبقى if عليا had read the book. she would have known what happened at the end. سامي didn't play basketball. because he forgot. he forgot. sorry. he forgot to bring the book. يبقى if سامي. هنشيل didn't. معلش أسفل. أنا هنبدأ بالجملة الثانية اللي هي بجملة because. يبقى if سامي. طبعا أنا هستبدل بقى هي بسامي. if سامي. hadn't. hadn't. طبعا إنا forgot في الماضي. ومثبتة. يبقى نحن فيها. يبقى بدل forget. هنحط hadn't. تصريف التالي. forget forgotten. to bring the ball. هنرجع للجملة الأولى. كما. he. هنشيل didn't. ونحط مكانها would have. تصريف التالي. لفعلي play. هو play. يبقى she would have play it. to a basketball. I didn't see that camera in the shop. I didn't buy it. طيب. هنزل بقى if. يبقى هنا وقت هنشيل didn't see. ونحط مكانها ايه. رفع عليك وتبقى had seen. يبقى if I had seen that camera in the shop. I. هنشيل didn't. نحط مكانها would have. زائد التصريف التالي. يبقى I would have bought it. I would have bought it. آخر مثال معنا. If Mr. Elbaz had caught the plane this morning, he would have been in Paris by now. يبقى لو Mr. Elbaz كان لحق الطيارة الصبح. او لحق الطيارة الصبح. كان هيبقى في باريس دلوقتي. طيب. عايز استخدم unless. طيب هنا unless. هتحلم محل if not. طيب انا عندي if بس ما عنديش not. يبقى كإني الجملة دي كانت منفية. حسابها ايه. يعني ايه كإني هحزف if و not. يعني كإني حنفي الجملة. بس مع unless ما فيش نفي. يبقى أنا حنفي الجملة التانية بس. ماشي؟ يعني هنا المفروض لو انا نفيت الجملة هتبقى if Mr. Elbaz hadn't caught. هشيل if مع not تبقى had caught. يبقى unless Mr. Elbaz had caught. يبقى الجملة الاولى هتبقى زي ما هي المثبتة. The plane this morning. الجملة التانية يبقى هي اللي هنفيها. يبقى هي wouldn't have been embarrassed by me. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. اه اتمنى انها هتكون هتكون حالات ايف بات واضحة بالنسبة لنا. اللي قاعدة اللي انا بربط. او على اساسها بربط الجمل. هي هتكون كالاتي. لو انا عندي. الجملتين. الجملتين. احداهما. في المستقبل. او جملة قمر. يبقى لو جملتين اللي هم الدين هم لي. فيهم جملة في المستقبل. او فيهم جملة امر. يبقى انا هربط بحالة اولى. اللي هي اف زائد مضارع. بسيط. جملة تانية هتبقى well. او could او sorry can. او may زائد infinitive. لو الجملتين في زمن. المضارع البسيط. يبقى دي حالة تانية. لو نصيحة. هتبقى حالة تانية. يبقى يتكون من اف زائد ماضي بسيط. الجملة التانية. الجملة التانية. هتبقى subject. زائد would. او could. زائد infinitive. طبعا. او might. طيب. لو هي نصيحة. هتبقى. if i were you. i would. زائد ال infinitive verb. طيب. الماضي البسيط. يبقى دي حالة تالتة. الجملة التانية. تبقى if. زائد subject. زائد had. زائد past participle. والجملة التانية تبقى subject. زائد would. have. زائد past participle. او might. بكده نكون. وضحنا كل الاختلافات. في قاعدة if. اتمنى انكم تكونوا استفدتم. انتظروا متاجين. good bye and good luck. وما ننساش نفعل الجرس. ونشترك في القناة. عشان يوصل لنا تنبيهات. بدروس المراجعة. اللي هنقدمها لكم في خلال الفترة الجاية. وعلشان توصلكم تنبيهات بليلة المراجعة. ان شاء الله بكل النجاح والتوفيق. انتظروا متاجين.